اهلا وسهلا بكم في الجزء الاول من المخاضرة الرابعة من مقاررة قناة تصوير الطبي المخاضرة الرابعة عن موضوع التصوير بالاشعاء السينية هنتكلم في المخاضرة على فكرة عمل الاشعاء السينية هنتكلم على انواع التصوير بالاشعاء السينية وتطبيقاتها هنتكلم على تعريب الاجهزة الحالية وقراءة الصور هنتكلم على عوامل السلامة في تصوير الانسان في المخاضرة دي همتدي بالكلام على فكرة عمل التصوير بالاشعاء السينية الى مثال معروف في المثال تقريبي ايه اللي بيحدث اذا وضعت كف اليد على كشاف محمول في الظلام لو احنا جبنا كشاف عضاءة وحطينا عليه كف اليد بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت هيظهر عندنا جزء من اليد باللون الأحمر والله هو الجزء الذي هو بتاع الأصابع وفيه جزء تاني ما يظهر معتم ما بيظهرش به أي ضوء خالص فبنتكلم على الجزء اللي هو بيظهر فيه بعض الإضاءة بيظهر فيه اللون الأحمر وله الحقيقة جاي نتيجة لان ضوء اخترق اليد وطبعا في اليد بيبقى في العوائات الدموية اللي بيبقى فيها الدم بلونه الاحمر مميز فعشان كده، الدوب اللي بيطلع بيطلع بضوء اللونه الاحمر اللي هو بيمثل لون الدم اللي موجود داخل اليد انماها الجزء الاخير جزء الثاني اللي هو سمكه كبير من هدوه ما بيخترقش الضوء، ما يقدرش يختارق الضوء الجزء اللي هو سمكه كبير دوت وبالتالي ما ندرش ان احنا نشوف اي اضاءة خرجة من الجزء الثاني ده فنقدر نقول ان قدرة الضوء العادي على اختراق الجسم تبقى محدودة وبالتالي لا يصلح كتقنية لتصوير الطب إلا في أماكن محدودة بس من الجسم اللي يبقى فيها سمك الجزء من الجسم ده بيبقى أول حاجة بيبقى صغير ويبقى بيقدر يختارق بس الانسجة الرخوة ما ينفعش يبقى فيه عظام لو في عندنا عظام قدامنا العظام بتبقى يعني معتمة فما ندرش ان احنا نصور العظام باستعمال الضوء العادي طيب دلوقتي ايه علاقة الاشعة السينية بالمثال بتاع الضوء ده الحقيقة الاشعة السينية هي اشعة كهرومغناطيسية لها نفس طبيعة الضوء ولكن نقدر نقول ان هي تختلف على ان ترددها اعلى وبالتالي طاقتها اعلى بكتير من الاضاءة العادية لو احنا بصينا على الطيف بتاع الترددات بتاعة البوجات الكهرومغناطيسية هنلاقي الجزء بتاع الضوء المرئي بيبقى موجود في جزء صغير جدا من الطيف دوت قبليه ممكن نشوف بقى نفس الترددات اللي بنشوفها في الراديو وفي التلفزيون وحاجات دي كلها بنبعد بيها على المحطات الارسال واعلى منها نقدر نشوف اللي هي الموجات يعني فوق البنفسجية واشعة اكس وممكن نلاقي بقى اللي هي اشعة جاما اللي هي بتطلع من الذرات اللي لها يعني قدرات يعني اشعاع فبنلاقي ان احنا عندنا هي نفس الطبيعة بس هنا الترددات بتاعة الاشعة السينية بتبقى اعلى شوية من ترددات الضوء الحقيقة كونين الترددات اعلى وبالتالي الطاقة اعلى هتخلي قدرة الاشعة السينية على الاختراق اكبر بكثير جدا من الضوء وتسمح باختراق جسم الانسان بسهولة لو احنا اخدنا بقى الجزء ده وبصينا عليه بتفاصيل اكتر شوية هنلاقي انه جزء الاولاني دوت جزء اللي هو بتاع الاشعة السينية الاولاني دوت ممكن يستعمل في بعض التطبيقات العلمية اللي هي بنقدر نبص فيها على المواد ونقدر نعرف طبيعة المواد عاملة ازاي بعد كده ممكن نبتدي بقى التطبيقات الطبية بتبتدي من مثلا 20 كيلو اليكترون فولت وده ده الوحدة بتاعت القياس بتاعت الطاقة بتاعت الموجات ممكن نبتدي نشوف بقى اللي هي اشعة الثادي ونفضل بقى لكي نطلع في الطاقة لغاية لما نوصل نحنا في اعلى درجات الاشعة السينية بنقدر نشوف بقى الحاجات اللي بنستعملها في المطارات اللي بنشوف فيها في الجزء بتاع التفتيش على الشنط والحاجات زي كده على الاسلحة بيبقى في جزء بتاع الكشف بالاشعة السينية على الحاجات دي بيبقى محتاج طاقة من الاشعة السينية تبقى اعلى بكثير فعامتا نبقى متأكدين ان احنا عندنا الاشعة السينية لها نفس طبيعة الضوء ولكن الطاقة بتاعتها اللي هي اعلى بكثير جدا من طاقة الضوء بتسمح لها انها تختارك جسم الانسان وبالتالي نقدر نستعملها في التصوير الطبي عايزين نفهم بقى احنا ازاي بنولد الاشعة السينية الحقيقة الاشعة السينية بتتولد من خلال عملية فيزيائية بنسميها الاشعاع الانكباحي او بالالماني بريمس شترالونج فالكلمة دي كلمة المانية والحقيقة موجودة بنفس الاسم بالزبط في جميع اللغات يعني موجودة بالانجليزي بنفس الكلمة بالزبط هي بريمس شترالونج فالعملية دي بيبقى فيها الحقيقة اللي بيحصل ان الالكترونيات بتخش جوه ذرات جوه هدف مصنوم معدن ثقيل زي تانجستن مثلا ولما الالكترونيات دي بتخش جوه الذرة نفسها بيبتدي يحصلها حاجة زي فرمالة او يحصلها حاجة زي ان سرعيتها بتيتقل ولما سرعيتها بتيتقل الحقيقة التقليل السرعة دوت بينتج يعني طبعا عشان الطاقة ما بتفناش ولا تستحدث من العدم فبالتالي الطاقة اللي بتقل من الالكترونيات السريعة دي بتتحول لفوتونات بتاعة اشعة اكسا والاشعة السينية فبالتالي لما احنا بنتكلم على عملية توليد الاشعة السينية بنخلي في عندنا مصدر الالكترونيات وبعد كده بنخلي المصدر دوت يقضف الالكترونيات بشكل سريع جدا على هدف والهدف دوت لما بيجي الالكترونيات فيه بيبتدي بعد كده هو نتيجة ان هو بيعمل لها فرمالة بيعمل الالكترونيات دي فرمالة او يعني تهدئة في السرعة بينتج عن كده الفوتونات بتاعة الاشعة السينية فبالتالي التوليد الاشعة السينية نفسه بينتج عندما تدخل الالكترونيات مجال الضرة تتأثر سرعتها وتبدأ في التباطق وتتحول طاقاتها الى اشعة السينية والحقيقة الاشعة اللي بتنتج دي بتعتمد على عدد وسرعة الالكترونيات عدد الالكترونيات بيحدد لنا الشدة بتاعة الاشعة السينية اللي طلعها والسرعة بتحدد لنا الطاقة بتاعة الاشعة دي عاملة ازاي فبالتالي بنتكلم على ان احنا حسب التصميم بتاعنا بتاع الجزء اللي هو بنسميه انبوبة الاكس راي او الجزء بتاع توليد الاشعة السينية نفسه ممكن يتحكم في عدد وسرعة الالكترونيات وبالتالي بيتحكم في الطاقة والشدة بتاعة الاشعة السينية المتولدة بعد ما تولدت الاشعة السينية لما تبتيت تختارق الجسم بقى بيبقى في عندنا امتصاص الاشعة السينية داخل الجسم بنسب مختلفة من كل نسيج حيوي مختلف عن نسيج الحيوي التاني وده الحقيقة اساس التباين في صور الاشعة السينية يعني بمعنى ان احنا الحاجة اللي بنشوفها في الصورة قدامنا دي بيبقى فيه مثلا واضح ان ده عظام مثلا واضح ان فيه هنا انسجة رخوة حواليه واضح ان احنا فيه هنا نوع من انوع التباين واضح جدا بالنسبة لنا التباين ده اساسه ان فيه اختلاف في الامتصاص بتاع الاشعة السينية بين العظام مثلا وبين الانسجة الرخوة اللي موجودة حواليه فصورة الاشعة السينية يعني بالشكل احنا شايفينه هنا دوت هي عبارة عن خريطة لامتصاص الاشعة السينية داخل الجسم يعني بنتكلم مثلا احنا عندنا الجزء اللي هو لونه ابيض ده معنى كده ان انتصاص الاشعة السينية فيه عالي والجزء اللي هو يعني شكله اكتر يعني اقل بياضة يعني بيبقى معناه ان هو فعليا امتصاص الجسمي للاشعة السينية اقل الجزء اللي هو اسود ده معنى كده ان فيش اي امتصاص نهائي للاشعة السينية فبنتكلم على ان احنا عندنا لو شفنا بقى الانسجة الحيوية المختلفة وشفنا معامل الامتصاص بتاعها عند طاقة معينة للاشعة السينية هنلاقى ان فيه اختلاف جبير جدا بين العظام مثلا هي بنتكلم على رقم مثلا حواليه نص وبنتكلم على الهوى ان هو تقريبا صفر فمعنى كده في اختلاف كبير بالتأكيد بين ال李تين وده وضح لنا مثلا ده لونه ابيض ده لونه اسود يعني الهوا ده الموجود هنا دلوقتي فهنا الهوى ده بيخلي الصورة لونه اسود والهوى الجزء اللي هو فيه اغذام ده لونه ابيض تقريبا الاجزاء الاخرى بقى اللي هي فيها دم وفيها دهون وفيها انسجة رخوة نلاقي ان هي طبعا برضو فيها اختلافات صغيرة عن بعضيها وفيها اختلافات عن الاغذام وفيها اختلافات عن الهوى فبنلاقي ان في عندنا هنا بيظهر تباين بين الحاجات المختلفة وبعض بين انواع الانسجة المختلفة وبعض ومن التباين ده الحقيقة نقدر ان احنا نستعمل الخريطة بتاعة الامتصاص دي في التشخيص المعاملات الامتصاص دي حيث تتغير مع الطاقة لو احنا شفنا المنحنة دوت دي الطاقة بتاعة الاشعة السينية عند كل مكان هنا لو احنا خدنا خط كده لفوق هيقول لنا ان احنا عندنا مثلا الدهون هنا الامتصاص بها قد ايه وهنا العضلات وهنا العظام وفي بعض المواد بتستعمل يعني لا علاقة باستعمال اشعة السينية زي الرصاص مثلا وزي اليود هنلاقي برضو لها معاملات امتصاص مختلفة تماما اكثر بكثير من العظام وبقية الانسجة الرخوة اللي موجودة في الجسم فبنستعمل مثلا اليود دوت نتيجة ان هو مختلف تماما عن بقية اجزاء الجسم او بقية الانواع الانسجة اللي موجودة في الجسم بنستعمل اليود كعامل تباين في التصوير في بعض الاحيان زي ما هنشوف بعد شوية بالنسبة للرصاص الحقيقة بيستعمل في الوقاية من الاشعة السينية لو احنا عندنا مكان عايزين نعمل فيه وقاية من الاشعة السينية يعني مثلا احنا بنحاول نحن نخلي جدران المكان اللي فيه اشعة السينية اللي هو مكان الفحص يبقى الجدران بتاعته فيها حاجة فيها رصاص بحيث ان هي تمنع خروج الاشعة السينية دي للخارج بحيث ما يبقاش فيه اي تعرض للاشعة السينية من الاشخاص الموجودين خارج حجرة الفحص فممكن الرصاص ده بيستعمل فيه الكلام ده وبرضو نفس الكلام الرصاص برضو ممكن يستعمل نحن ننتج منه بعض انواع الزجاج اللي بتبقى برضو واقية من الاشعة فالابتصاص بتاع الاشعة في الداخل الجسم معموما اللي هو كنا نتكلم عليه هنا دوت هو اساس التباين في صور الاشعة السينية الطريقة بتاع التصوير بالاشعة السينية الحقيقة هي طريقة تصوير اسقاطي اسقاطي معناها ايه؟ معناها ان انا بيبقى فيه عندي يعني الاشعة السينية بتبقى متولدة عندي من مصدر والمصدر ده بيصدر اشعاعات بتدخل داخل الجسم وبعد كده بتقع بعد كده في الاخر على فيلم او على مستقبل ما والاشعة نفسها بتدخل داخل الجسم وتطلع والنقطة كل نقطة هنا عندنا في الصورة هي عبارة عن حاصل الجمع بتاع كل خواص الانسجة في طريق شعاع التصوير يعني لما ببصت مثلا على منطقة معاينة هنا لو في عندي نقطة هنا كده مثلا النقطة دي مثلا هتمثل ان الاشعة دخل مثلا داخل الجسم ومر على القلب ومر على الرئة وممكن يكون مر كمان على بعض الازام الموجودة عندنا في القفص الصدري وفي الاخر النقطة دي بيتمثل مجموعة الخواص الموجودة داخل الجسم في طريق الشعاع المر ده فبنتكلم على ان احنا عندنا لو بنتكلم مثلا على اشعة مقطعية اللي احنا نتكلم عليها في المحاضرة الخمسة اشعة مقطعية ما تبقاش كده الحقيقة اشعة مقطعية كل نقطة هنا في الصورة بتمثل نقطة فعلا في الواقع في الابعاد التلاتة يعني ما بتكلم على هنا نقطة لا بتكلم عن نقطة دي هي عبارة عن حاصل جمع كل النقطة اللي موجودة عندنا في الخط اللي بيمثل الشعاع اللي دخل داخل الجسم فبالتالي في عيب كبير جدا عندنا في اشعة في الاشعة السينية ان انا عندي بشوف كل الاعضاء بتاعت الجسم متراكبة على بعض يعني بنكلم على ان هنا بيبقى صعب ان احنا نقدر نطلع عضو معين من اعضاء الجسم كده يبقى الواحده وبقيت الاعضاء التانية تبقى برضو الواحدية لأ ده انا هنا شايف كل حاجة كلها متراكبة على بعض يعني هنا العظمة بتاعت الترقوة هنا متراكبة مع العظمة بتاعت القفص الصدري وتحتهم كمان الجزء من الرئة فكل الحاجات دي كلها فوق بعض كده بتخلي في بعض الاحيان صعوبة في التشخيص بعكس مثلا ما بيبص على صورة بالشك ده كده الصورة دي كل نقطة فيها بتعني نقطة موجودة في الواقع ما هياش متراكبة مع اي اعضاء تانية فبالتالي بيبقى طبعا الاشعة المقطعية بتبقى افضل شوية في التشخيص بس طبعا النيزة بتاعت الاشعة السينية ان هي بساطتها وان هي طبعا زهد تكلفتها فطبعا لها بعض التطبيقات الحقيقة بتبقى مش محتاجة ان احنا نعمل اشعة مقطعية او بيكفي جدا ان احنا نبص على الحاجة الموجودة حتى لو كانت متراكبة مع بعض الانسجة الاخرى فنبقى عارفين بس ان الفكرة اساسية بتاعت تصويب الاشعة السينية بيبقى في عندنا مصدر والمصدر بيصدر اشعاعات والاشعاعات دي في الاخر بتدخل داخل الجسم وتطلع محملة بالخصائص اللي هي بتاعت الانسجة اللي عدت عليها الخصائق تتحط بعد ذلك في نقطة في الصورة والنقطة دي تمثل كل الانسجة التي مرت عليها زي ما احنا شايفين في الصورة القدامنا لو حب العمل نقارم بين كاثورتين الاشعة السينية والضوء علشان نشوف ايه الفارئ بينهم هنلاقي ان اول حاجة بصورة فيلم الاشعة السينية هي صورة سلبية يعني بتبقى شكلها زي ما احنا شايفين هنا كده باORة عاملة زي التصوير التصوير الجزء المتعرض بتاع فيلمه للضوء بجردة جوز اللى بتعرض فيه للدوء يبقى لنا اسود لو حد فينا كان بيستعمل كاميرات القديمة بتاعة الزمن قبل العهد�esso نلاقي ان نحن الفيلم لما بيتحرق بيبق لنا اسود لو الفيلم حمضناه من غير ما يكون تصور اصلا بيبقى لنا ابيض فهنلاقي ان احنا عندنا جوز اللى هو فيه امتصاص كبير بمعنى ان الفيلم متعردش فيه لاشاعة كثيرة نلاقي انه هو بيبقى لونه ابيض والجزء اللي اتعرض فيه الفيلم الاشاعة كتير لان ما كانش فيه اي حاجة خالص موجودة عشان تعوقوا او تعمل فيه اي فقد بيبقى هو الجزء اللي هو في الخلفية دوت اللي هو الجزء اللي فيه هوا وبالتالي بيبقى لونه اسود فالسطوع الاكبر بالصورة يمثل اختراق اقل الاشاعة في الجسم يعني الجزء اللي هنا ده اللي هو فيه الاضاءة عالية كده بالشكل احنا شايفينه دوت بيمثل الاجزاء اللي فيها امتصاص عالي للاشاعة السينية فبالتالي الفيلم النقط بتاعت الفيلم اللي وراها لم تتعرض للاشاعة السينية انما الاجزاء اللي هي في الخلفية دي هنلاقي ان هي تعرضت للاشاعة السينية كاملة فبالتالي حصلها ان هي اسودت بالشكل احنا شايفينه دوت وطبعا منلاحظ لو احنا قاررنا بين الصورتين دول دي الصورة اللي متاخدها بالضوء والصورة اللي متاخدها بالاشاعة السينية ان طبعا الاختراق بتاع الاشاعة السينية لليد بيبقى اكتر بكتير جدا من اختراق الضوء لليد فمنلاقي ان احنا الاجزاء اللي هنا دي ما حصلش اختراق اصلا الضوء خالص في حين احنا شاهدين هنا جميع التفاصيل اللي موجودة في اليد بوضوح شديد يعني نتيجة لان الاشعة السينية دخلت وكل التفاصيل اللي موجودة تأثرت بيها وبالتالي يعني حصل ان الصورة بتاعتها بقى فيها كل التفاصيل دي موجودة من غير اي حاجة ما تعاوقها خالص فبالتالي طبعا بيبقى واضح بالنسبة لنا جدا ان اشعة السينية هي فعلا اشعة مناسبة جدا لتصوير جسم الانسان اشكركم من حصم تبعيتكم ونلتقي في الجزء التالي من المحاضرة الرابعة ان شاء الله